اشتركوا في القناة والجرح والتعديل وعلل الحديث وغيرها قال أبو زرعة لأبي حاتم ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك فقال له إن عبد الرحمن ابني لحريص فقال من أشبه أباه فما ظلم كان رحمه الله مجتهدا في طلب العلم غاية الاجتهاد حتى إنه كان يقرأ على أبيه في جميع أحواله يقول ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه توفي رحمه الله سنة 27 و300 من الهجرة ترجمة نانسي قنقرأ ترجمة نانسي قنقرأ ترجمة نانسي قنقرأ